الحياد الإيجابي العربي تجاه الأزمة الأوكرانية الروسية موقف ثابت عبر عنه الزعماء العرب في قمتهم التي جمعتهم في جدة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان دافع عن استضافة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنيسكي قائلا في المؤتمر الصحفي الختامي للقمة العربية إنه دون الاستماع للجميع لن يكون هناك دور عربي لحل الأزمة دعوتنا لفخرة الرئيس زيلنيسكي هي من باب سماع وجهة نظر جميع الأطراف واتخذت الدول العربية منذ بداية هذه العزمة موقف الحياد وليس الحياد السلبي بل الحياد الإيجابي كنا منخريطين في فتح الحوار مع الطرفين أملا في أن نستطيع أن نصل إلى سبيل يفتح الباب للحل الرئيس الأوكراني أتيحت له الفرصة لمخاطبة الجامعة العربية هو كان حريصا للحضور ليسمع منه العرب ونحن كنا حريصون أن نسمع منه كما أننا حريصون بالتأكيد أن نسمع من الجميع لأن بدون أن نسمع وجهات النظر لن نستطيع أن نكون مساهمين فاعلين في إيجاد حل الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أكد أن المجموعة العربية لديها علاقات واسعة مع روسيا سبق أن استمعت إليها في مناسبات عدة الاستماع لوجهات نظر الطرفين أمر ضروري والدول العربية زي ما بتحدث تسعى للبحث عن تسوية وطرح رؤى فلا يمثل أكثر من هذا الموقف العربي تأكد مع مشاركة طرفي الأزمة بقمة جدة عبر حضور فعلي من رئيس فلاديمير زيلانيسكي الذي أكد أمام القادة العرب في قمة جدة أن الأوكرانيين لم يختاروا الحرب لكنهم أكبروا عليها أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فبعث برسالة إلى قادة القمة أكد فيها اهتمام بلاده بتطوير علاقتها مع الدول العربية لمواجهة التحديات بشكل فعال أكثر مؤكدا عزمه مواصلة دعم الجهود الجماعية لحل أزمات المنطقة أثار مباشرة للحرب الروسية الأوكرانية على العالم وفي قلبه بالطبع المنطقة العربية لا سيما على المستوى الاقتصادي مع تأثر سلاسل التوريد ومن ثم ارتفاع نسب التضخم والفقر وفي خضم تزايد حدة الصراع والاستقطاب الدولي حيال الصراع الروسي الأوكراني تمسكت المجموعة العربية بموقف المحايد الداعي إلى حل الأزمة بالطرق السلمية ترجمة نانسي قنقر